موسيقى 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 كل اللي انت قلته ده كلام مظبوط جدا وكلام واقعي جدا أنك انت بتبقى جاي من بطولة بطولة كبيرة جدا أكبر بطولة في القارة واخدها بشكل كويس لعبا ونتيجة وكل شيء وما فيش حد أسر خالص من أول الإدارة لغاية أقل لواحد أو أصغر واحد في الفريق أنك انت تيجي بعد بطولة وتدخل مباراة في الدوري والفرقة اللي انت بتلعبها آخر فرقة في الدوري ممكن تبقى مريح شوية بس ده ما بيحصلش مع النادي الأهلي ليه النادي الأهلي أي بطولة بيخلصها بخلص خلصة بييفل صفحة آه طبعا وبتخش بقى في البطولة التانية اللي هي بطولة الدوري آه النادي الأهلي حسم بشكل كبير أو بنسبة كبيرة جدا أنه هو يحصل على بطولة الدوري إن شاء الله إنما النادي الأهلي معاود معاودنا أو معاود جماهيره إن هو بينسى البطولة خلص بيتخل في البطولة تانية لازم يكسب ولازم يكون شكل كويس عشان الناس ما تقولش آه ده مريح وبيفرح وفرحان وكده آه بتفرح وكل حاجة إنما خلص بدأت المباريات في البطولة تانية بتاخدها وبتلعب بيها كويس وده اللي حصل في بطش حرص حدود نتيجة وأداءا يعني كل ده حصل بالنسبة للنادي الأهلي وكان الشكل رائع جدا والناس ما تخوفتش إن هو مثلا حيريح شوية أو زي ما أنت حدق قلت الروتيشن اللي بيعمله كولر حاجة رائعة جدا كل اللعيبة جاهزة كل اللعيبة على مسؤولية كبيرة جدا بيأخذها على عاطقه يعني كل اللعيب في الفريق فطبعا ده هو ده النادي الأهلي النادي الأهلي أي بطولة بخشية لازم عايز ياخدها وعاوز يكسبها فده ده الطبيعي جدا في النادي الأهلي كلام جميل وعلى مدار التاريخ حضرتك بتقول الكلام اللي هو مثبت يعني إحنا مش بنجلتل عن نقول كلام عن نفسنا مثلا التاريخ مش بيثبته فده كلام محترم جدا عايز أقول لحضرتك برضو أو بنروح معاك لنقطة تانية مهمة وهي فكرة أن أنا إزاي بكلم أننا النادي الأهلي دلوقتي بعد هقول يعني المشاكل اللي حصلت الموسم اللي فاتت أو اللي قابله إزاي أنا دلوقتي قادرت أننا حافظ على المستوى مقارنة بالجيل اللي طبعا مثل حضرتك أكيد كان فيه ups and downs وده شيء طبيعي جدا وارد في كل الأندية لكن فكرة أننا حافظ على المستوى الفريق وبطولات كتيرة جدا وشوف بقى الأهلي في الفترة اللي فاتت دي دخل كان بطولة كمان فالحفاظ على المستوى ده مش سهل فعايز أقارن الفترة دي والمستوى اللي احنا فيه بالفترة بتاعت كابتال إيهاب جلال بس أنها واندي المشكلة كلها مش في اللعيبة كل حاجة ماشى بنظام يعني أنت بتخش على مؤسسة كبيرة زي مؤسسة النادي الأهلي مؤسسة كبيرة أنت بتخش كل شيء مظبوط كل شيء متاح كل شيء مطلوب من اللعيبة أو من الإدارة مهيئ للعيب أو مهيئ لأي حد في المنظومة نفسها فأنت ما بتخشي النادي الأهلي أو المؤسسة النادي الأهلي أو الكيان بتاع النادي الأهلي ما بتحسش أن فيه مشكلة بين أجيال أو أه ممكن زي ما حدتك قلتي شيء رائع جدا أو شيء جميل مظبوط جدا أن فيه فوق وفيه تحت وفيه إخفاقات وفيه تكسب والأنديها في العالم كلها مش هتكسب على طول ومش تخسر على طول إنما النادي الأهلي عشان يحافظ على مستوى لازم يكون فيه حاجة يعني باتجراون كده من زمان موجود إحنا متربيين عليه القوانين للنادي الأهلي إحنا بنقولش حاجة من إحنا عايزين نصيط نفسينا أو بتعلانها خالص إنت بتخش من أيام التيتش أو من أيام الناس الأديمة جدا اللي هي الأسازة بتاعتنا أو الأجيال الأديمة جدا إن إحنا عرفناها أو سمينا عنها وما حضرناهاش إنما فيه قاعدة موجودة في النادي الأهلي أنت ماشي عليها فعشان كده مقارنة بالجيل بتاعنا أو الجيل اللي كان بعدينا بشوية أو الجيل دلوقتي كل دوت ماشي على قاعدة سبتة بتخش النادي الأهلي ما بتحسش إن فيه آه ده زمان كان كويس ودلوقتي وحش أو دلوقتي كويس وزمان كان وحش ما فيش الكلام ده كله ماشي على مستوى واحد مستوى المبادئ الموجودة أو المترصخة في النادي الأهلي ماشي بيها أجيال كبيرة جدا من أيام زمان جدا لغاة النهاردة ليه؟ عشان أي لعيب بييجي النادي الأهلي جديد أو متربي في النادي الأهلي ما بيحسش إن فيه فرق بيننا مقتروح مثلا نادي تاني أنا أما مشيت من نادي الأهلي وروحت نادي تاني حاسيت فيه فرق فعلا حقيقة يعني والله بجد فيه فرق بين إنك إنت كنت في كيان وفي منظومة ماشية بثبات جدا وأنديها تانية أه ما احترمنا الشديد جدا لأنديها تانية إنما النادي الأهلي نزل تعلم منه يعني فيه تعليم تتعلم منه المبادئ القيم الأخلاق التربية حصولك على البطولات إنك إنت لازم تكسب وإنك تتعادل تبقى زعلان كل الحاجات دي مترسخة في النادي الأهلي وفي الأجيال اللي بتيجي كلها طب ليه الخصائص دي أو العناصر دي عمرنا ما شفناها بشكل واضح أوي في نوادي تانية غير النادي الأهلي يعني من قديم الأزل فيه سبات واستدامة في كون النادي الأهلي طول عمره في حتة تانية صحيح وهو في حتة تانية نتيجة معطيات معينة أو خصائص معينة ليه الخصائص دي حكر على النادي الأهلي بابنشوف لهاش أي محكسات في نوادي تانية أقول لحزاق لي إن الإدارة من أول لما تعملت في النادي الأهلي من 1907 ما تغيرتش ما تغيرتش كتير ما فيش حاجة تغيرت الرئيس بيبقى موجود بيجي بعده رئيس تاني بيمشي على نفس المنهج بيجي رئيس تاني بيمشي على نفس المنهج يعني كل الرؤساء الأندية والنادي الأهلي سوري ومجالس الإدارة ماشي على نظام معين كلهم مية واحدة بالضبط كده ما فيش تغيير بتكمل شغل اللي قابلك بربا عليك ما بتلغيوش يعني ما بتلغهوش زي بتشوف بسه مؤسسات بره غير الكرة يعني لا ده الرئيس اللي كان قابلي لا نلغي كل ده ونبتدي من جديد لا النادي الأهلي زي ما حتى قلت يا نهواند كلام جميل جدا إنه كله بيكمل بعض فعشان كده التكملة دي هي اللي بتنجح النادي وهي اللي منجحها الإدارة النادي الأهلي ومنجحها الكيان النادي الأهلي في حتة تانية خالص عن جميع الأندية بصراحة أنا اللي أنا شفته فيه طبعا أندية فيها ماشية كويس جدا وفيه حاجات كويسة جدا إنما النادي الأهلي زي ما حتى قلت يا كريم في حتة تانية خالص بعيد خالص عن اللي إحنا بنشوفه وعلى فكرة طول عمر النادي الأهلي في حتة تانية بعيدا كمان عن الإنجازات وكمل بطولاته. هو عموما. حتى نفسيا عند الناس كلها طول عمره في حتة الوحدة. حتى أنت مطالب أن تاخد بطولة. ومطالب أي بطولة بتاخدها حتى في الناشئين. في الشباب. في البراعم. حتى البراعم اللي بتتعمل البطولات الصغيرة. بتاعت البراعم الصغيرة دي. لازم الأهل يأخذ. لازم الأهل يكسب البطولة. ده مهم جدا. عشان دي مترسخة في كيان النادي. وفي لعبة اللي بتروح النادي الأهل. حتى اللعيب اللي بيجي من بره. مش بتربي في النادي الأهل. بيجي على الدرجة الأولى. لازم بيخش في المنظومة. لازم ياخد بطولة. هو ممكن يكون جاي في النادي بتاعه. يتعادل مرة. يكسب مرة. يدغل مرة. مش فرقة معاه. إنما لما بيجي النادي الأهلي. فيه ثوابت موجودة في النادي الأهلي. أو معطيات. لازم تتعمل عشان تاخد بطولة. عشان كده. اسأل أي لعيب جاي جديد. جاي على الدرجة الأولى. مش متربي في النادي. مش هحس إن فيه فرق. بيقولكش أنا. أنا جيت من مكان ل مكان. محسن بغربة صحي كده. فاللعيبة كلها بتيجي. زي مثلا. مثلا والي السليمان. أنا مرنته في أمبي. لعيب كبير ولعيب كويس. طبعا هايل جدا. وأخلاق رائعة جدا. إنما لما جي النادي الأهلي. بيأخد بطولة. ولو تغلب مطش بيزعل. لأنه هو دخل في منظومة. لازم تكون كده. هي المنظومة بتاعت النادي الأهلي كده. عشان كده النادي الأهلي دايما نحن بيقوله هو في حتة تانية خالص عن جميع الأنديات تانية. فدي حقيقة يعني. دي حقيقة جدا. المنتخب الأولمبي. عايزين نروح له شوية. لأن عايزين نتطمن برضو كابتر نهاب. خلييني أتكلم بمتاح الصراحة. المنتخب الأولمبي مش مفرحنا. يعني لا في مشكلة. والمشكلة مش عارفين نحط إدين عليها. يعني هل هي في اختيار الإدارة الفنية؟ ولا هي في اختيار اللعيبة؟ ولا هي في السيستم اللي ماشي؟ ولا فين المشكلة؟ عايزين نتطمن على اللي جاي. كلام مظبوط جدا. هي المشكلة كلها في المنتخب الأولمبي. هو لعيبة كويسة وكل حاجة. بس للأسف ما فيش لعيبة فيهم كتير بلعبه في الدرجة الأولى. يعني هي دي المشكلة الوحيدة للمنتخب الأولمبي. يعني المنتخب الأولمبي في جميع أنحاء العالم في أوروبا حتى تلاقي اللعب بيلعب في النادي بتاعه في الدرجة الأولى بقى له بسد 3-4 سنين تقريبا يعني. إنما المشكلة الوحيدة عندنا هتلاقي فيه 2-3 هم اللي بيلعبوا في الدرجة الأولى. بغض النظر بقى عن اللعبة التانية اللعبة التانية. اللعبة كويسة جدا. مثلا هنلاقي حالس المرمى حمزة علاء بيلعب في النادي الأهلي. نادي كبير وكل حاجة. وولد كويس جدا. وجول كويس جدا. وهيل جدا. إنما ما بيأخدش فرصة أو ما لعبش كتير في النادي الأهلي في الدرجة الأولى. هتلاقي نفس اللعبة هتلاقي مثلا إبراهيم عادل هو الوحيد اللي بيلعف في البرامج. هو ده الوحيد اللي بيلعف في الدرجة الأولى. من فترة من موسمين تقريبا. إنما هي المشكلة كلها زي ما حدتك قلت وكلام مظبوط جدا. إن متخوفين بس من نوعية اللعبة هي طبعا لعبة كويسة. والله هي لعبة كويسة جدا. إنما ينقصهم الاحتكاك في الدور الممتاز أو مع أنديتها في اللعبة الكبار. هي دي المشكلة الكبيرة. إنما إحنا عندنا ثقة جدا في الموجودين في اللعبة. ما هيستهلوا مشوارهم النهاردة المفروض. النهاردة مع النيجر. المجموعة بتاعتنا أعتقد ماشي حالها. كويسة. الجابون ومالي والنيجر. يعني هي يمكن المالي ممكن تلاقيها هي الفرقة ممكن تكون كويسة شوية. النيجر أعتقد تبقى. يعني بس الحلو في الموضوع كله إن هو بدأ بالمباراة السهلة. يعني النيجر. يعني نهاردة بالضبط كده. لازم لو كسبت النيجر نهاردة هيبقى الوضع كويسة. وإحنا ليه الفترة اللي فاتت كان فيه حاجات كتير بتشوب المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي. كان عندنا مشاكل كتير بنتكلم عنها. لما بنتابع ما بنلاقيش الحاجات اللي تسعيدني أوي. واللي تتطفق مع كون وبالذات هنا بتكلم على المنتخب الأول معكونوا المنتخب الأول في مصر. ما هو علشان نوعية الكوات بتاع اللعيبة اللي موجودة. يعني اللي أنا قريته من من قريب يعني إن فيتوريا عاوز يجيب عناصر جدا جدا في المنتخب. عناصر ممكن تبقى غريبة على الشعب المصري. إن الشعب المصري واخد على أسماء معينة. أسماء معينة أو ستارز في الدور الممتاز. الراجل قال أنا هاخد من جميع عن حق الدور المصري. يعني فيه لعيبة بتلعب لعبة كذا مباراة. أسميها طبعا بعيدة خالص عن عن الشعب المصري. فده اللي كان متخوف من المتخوف بس الشعب المصري متخوفين من إن ما فيش ستارز غير محمد صلاح ترزيجي الشناوي. يعني اللعبة أوليلة جدا هم يعني اللي لهم أسامي لامعة في المنتخب. من نورين يعني. من نورين بس ظبط كده. اللعبة التانية على فكرة. لعيبة كويسة جدا. إنما عشان يخشوا في الأجواء والشعب المصري أو اللي بيحب منتخب مصري بيشجع منتخب مصري. متخوف من حتة دي لأن اللعبة دي لسه جديدة أو معندهاش الخبرة الدولية. إن هو ممكن يعني ياخد المنتخب مصري في حتة أبعد شوية. هي دي النوضة. إنما الحمد لله الهدف تحقق إن هو رحنا أمم إفروكيا. ده المهم جدا. الأهم بقى إنك أنت تروح أمم إفروكيا وتاخد البطولة. هي دي المهمة جدا. هي دي المهمة جدا. أنا مبسوط إن أنت روحت بس. المهمة جدا مع اللعبة اللي هو وخدها. مع اللعبة اللي هي الجديدة أو اللعبة اللي هي مش ستارز الأول. وعموما الفكر ده إن صح يعني لو كان هو فعلا بيفكر فيه فيتوريا. هو فيه نسبة مخاطرة ما. لكن المبدأ نفسه حلو. فكرة أنت ممكن تبقى فعلا عندك فريق. بس هو كده كده الفريق نفسه أو النادي ما بيوصلش أوي مش بيشارك أوي في البطولات. ما بيوصلش لأدوار متقدمة. فبالتالي اللعيبة بتاعته مش متشافة أوي. إذا كان أنت تاخد النجم اللي في كل فريق ويبقى ده قوام المتخب. مش وحش التفكير. مش وحش. بس عشان اللعيبة دي لازم تخش بسرعة جدا في أجواء البطولات الإفريقية. يعني فيه لعيبة كتير جدا ما بتلعبش في أفريقيا. يعني فيه لعيبة من فاركو. في لعيبة من الأندية تانية. مش مشاركة ولا في الأبطال ولا في الكنفدرالية. فده هتبقى صعوبة الموقف من المكان ده. من التفصيلة دي بالزبط كده. فعشان كده اللعيبة دي لازم تخش جدا في الأجواء. آه لعب ومبرايات أفريقية. بس مش كتير زي مثلا لعيبة بقالها كتير جدا في المنتخب. فهي دي بس التوليفة لازم تكون بسرعة وتخش بسرعة. عشان تلعب بتورة أم أفريقية. لأن بتورة أم أفريقية صعبة جدا. صعبة جدا في الفريق الأول والفريق الأولمبي. صعبة جدا. يعني هي الاسم صعب. أم أفريقية صعبة. فعشان تخش التوليفة دي تخش مع اللعيبة الستارز اللي هم الأدام لازم تخش بسرعة جدا. والتوليفة تبقى بسرعة جدا عشان تقدر تجانس بقى. بالزبط. عشان تقدر تلعب بتورة أم أفريقية الصعبة. هي دي النقطة بس. كابتن يابا والوقت تقريبا خلص بس مش هسيب حضرتك اكيد انا وكريم غير لما نقول لك كل سنة وحضرتك طيب عيد سعيد علينا يا رب هتسافر ولا هقاعد هنا لا موجود موجود معنا يلي ما نكون لنا عادي ان شاء الله عيد سعيد مهما كنا يعني مسافرين او عاديين او في اي مكان هنكون كده كده في القايرة جاو مش وحش على فكرة كنا لسه بنقول تقريبا حيبا في الويكند سوري في الاسبوع القادم ده 35 حاجة زي كده فكويس يعني معتادل حبشيها كويس واهل بيتك طيبين وبحسر صحة وبحسر حال ونشوفك على كين دايما حضرتك بغير وانا انا تتساعد وقبل العيد طبعا نشوف بعض والشعب مصري كله خير همين يا رب نشكر حضرات شكرا يا أستس كريم شكرا لسه كابتن نهود بكرة الحلقة الأخيرة طبعا قبل الأجازة بقى الخاصة بالعيد وبعد كده هنعود مرة تانية الأسبوع القادم تاريبا حيكون يوم الثلاث هنأكد أجيد برضو على حضراتكم نشوفكم بكرة إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر